مواجهة حرب الرواية والإعلام الإسرائيلي والتأسيس للغة جديدة لإعلام يحق الحق بكلماته للتأثير في الرأي العام العالمي ومراكز صنع القرار أبرز ما توجه إليه المشاركون في منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي الذي خلص إلى جملة توصيات أبرزها وجوب التركيز على انحياز منصات التواصل الاجتماعي إلى الروايات الإسرائيلية في الحرب على غزة الإعلام يغير في الرأي العام ولعل انتفاضة وإن شئت ثورة الجامعات في الغرب والتي تتدحرج لتحد التأثير على مراكز صنع القرار في الدول الكبرى سيكون لها تأثيرها فيما بعد جلست المنتدى في يومه الثاني إسعار دخل لها خبراء ومسؤولون التجارب ونماذج لإدارة قنواتهم في تغطية الحروب وقد عبر مدير قناة التارت عربي إبراهيم كالتش خلال جلسة بعنوان الإعلام في أوقات الأزمات عن اعتزازه بالصحفيين الموجودين في غزة والذين ينقلون الأحداث والحقائق في ظل أوضاع صعبة تهدد أمنهم وسلامتهم ننصحهم فقط أن يحافظوا على أنفسهم لا نستطيع هم تحت ظروف صعبة يقومون بدورهم هذا شيء مهم جدا ونحن نفتخر بالصحفيين متواجدين في غزة يعني هم يعيشون في عين المكان يفقدون عوائلهم وينقلون ما يحدث خبراء إعلاميون ومدير جلسات أكدوا أن حرية الوصول للمراسل الصحفي في غزة وحمايته شكلت أبرز نقاط النقاش المفصلية خلال جلسات المنتدى تعامل الإعلام حماية المراسلين التعامل مع المراسلين صعوبة التواصل في بعض الأحيان مع المراسلين على الأرض كلها كانت نقاط للنقاش بين خبراء وأصحاب قرار في محطات إعلامية وكانت البوصلة والحديث أن غزة جمعت الجميع باتجاه اتخاذ مواقف إعلامية موحدة إحقاقا للحق الفلسطيني نحو 38 خبيرا من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية ومؤثرون على منصات التواصل الاجتماعي ناقشوا أيضا التحول الرقمي والرقمنة المتخصصة والتي كانت غزة تشكل فيها حجر زاوية ثماني جلسات حوارية على مدار يومين حملت بين طياتها نقاشات إعلامية مهنية يأمل المشاركون فيها أن تسهم في رسم سياسات قادرة على تفميد السردية الإسرائيلية والتأثير في الرأي العام العالمي لنا قرعان تيرة عربي عمان